السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل اللي كلمني على واتساب وعلى المسينجر وقال لي ان احنا عاوزين شرح المنهج الجديد بتاع الأزهر اللي هو تري طبس انا هبدأ الشرح كده بجريت فور يعني الباهر بصراحة كتاب عام العظمة في الشرح يا جماعة تري طبس تري طبس تري طبس فور هنشرح اللي هو منهج التري طبس بتاع سنة ربعة يلا نشوف المنهج بيقول ايه ويونت 1 بتقول ايه وهنشرح ايه النهاردة ان شاء الله هنشرح الدرس الاول من يونت 1 الدرس الاول من يونت 1 طيب اليونت دي بتقول ايه تمام اليونت دي عنوانها ايه تعالوا نشوف عنوان اليونت ايه ونشوف هنشرح فيها ايه يونت 1 you are what you eat انت وما تأكله you are what you eat انت وما تأكله هناخد الدرس الاولين منه وهنشرحه وهنشرح كل كلمة فيه وهنشرح الجرامر اللي فيه وهنوضح كل حاجة بإذن الله lunch is ready lunch is ready هنا معناها ان الغداء جاهز lunch is ready lunch is ready هناخد الدرس الاول ده الاول النهاردة وبعد كده ان شاء الله هناخد كل الدرس ان شاء الله بإذن الله ايه الكلمات الجديدة او ال new words اللي عندنا في المنهى الداجة معا نقول بسم الله rains fruit and vegetables rains 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 هنا ياولاد معناها يشطف يشطف rains fruit and vegetables rains rains ياريت وانت بتذكر وانت بتسمع السيشن ده تجيب الورق او القلم وتكتبك كلمات الجديدة عليك لان انت عارف كلمة fruit وعارف كلمة vegetables الجديدة عليك ايه؟ كلمة rains 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 peel 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 vegetables peel vegetables برضو كلمة بيل ان هي يأشر 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 اوكي chub chub vegetables دي يقطع يقطع اوكي يقطع الخضروات chub 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 fruit slice fruit يقطع الفكهة شرائح يقطع الفكهة شرائح اوكي يقطع الخضروات chub لكن يقطع الفكهة slice slice هنا هيلعب معك بالverbs او الافعال يا ولدي اوكي هنا بيلعب معك بالافعال rinse يشطف peel يأشر chop chop يقطع slice يقطع الفكهة دي يقطع الخضروات ودي يقطع الفكهة make meals make meals يعد الوجبات او يعمل الوجبات make meals make meals اوكي wash the dishes طبعا كلمة wash the dishes دي مجرد جديد عليكم عارفينها make the salad make the salad make the salad يعني يحضر الصلطة او يعمل الصلطة make the salad برضو دي كلمة برضو جميلة برضو make the salad make the salad برضو هنا يعني الverb برضو يعني تعرفوه make طبعا انتوا عافين كلمة salad وعرفين vegetable وعرفين meal بس هنا يعني الدرس معتمد على الافعال الحبيب الverbs هنا الافعال sweep the floor sweep the floor انتم تقريبا اخدينها قبل كده وشتطر فيها ان شاء الله بإذن الله sweep the floor الكنسة الارضية sweep the floor do the laundry do the laundry do the laundry يعني يحصل الملابس do the laundry do the laundry لاندري 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 حبيبي rinse fruit and vegetables peel vegetables chop vegetables slice fruit make meals wash the dishes make the salad sweep the floor do the laundry الكلمات يريد تحفظوها بداية الفهم ياولاد حفظ الكلمات بداية الفهم وبداية الحل الجميل حفظ الكلمات اوكي تمامي حبيبي اوكي نيجي نشوف البج اللي بعديها هنا الكلمات الزيادة بقى يعني احنا اخذنا الاساسية الكلمات الزيادة بقى ساعة انت بتبقى عارفها شوية اوكي meal preparation meal preparation meal preparation meal preparation ياولاد يعني ايه؟ يعني اعداد الطعام او اعداد الوجبة preparation preparation طبعا ياولاد انت عارفين انت T I O بيعملوا صوت ايه؟ ميكا ساوند ش ش ش ش ش اوكي preparation 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 اوكي dealing room كلمة dealing room ماش غريبة عليكم dealing room help with help with دايما ياولاد لابا ديكي كلمة بحرف القر كده حرف القر ببقى مهم جدا جدا ياولاد help with help with صحة health ينسون anis anis يعني ينسون anis anis ينسون anis اوكي ايه؟ دي كلمة ده عليك اولاد اللي ينسون anis anis اوكي guild skin 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 طبعا اقضنا في grade 3 في ال connect متعاون helpful 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 اوكي؟ مسؤول عن هي كلمة جويلة شوية بس هنعملها المقاطع اوكي؟ responsible responsible for responsible for responsible for responsible for responsible for okay ثروة wealth health health wealth health wealth best say same paste say same paste say same paste okay الفيربس الجميلة الحلوة اللي يعتبر من الافعال كلها يعتبر احنا لو خدناها تمام هتحفظوها حلوة يعني اخدينها قبل كده help 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 it chop chop chopped طبعا ياولاد تصريف الافعال ده احنا دايما بناخد في الفاعل في present وفي ال past احفظوا شكل في ال past اللي هو الماضي 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 الحد ما ان شاء الله اللي هنعرف الماضي هو ايه زمان الماضي هو ايه و هنشرح لكل حاج قط sur السيشن okay Okay, chop, chopped, slice, sliced, remove, removed, rinse, rinsed, rinse, rinsed, peel, peeled, wash, washed, 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 okay. Make, made, do, did, eat, ate, sweep, swept, set, set, has or have, had. طبعا الأفعال دي معظمها إلا الأفعال الجديدة علينا النهاردة. إنتوا درسينها وعارفينها وتمام. Okay, حفظ الكلمات. أول خطوة إحنا هنعملها النهاردة حفظ الكلمات. حفظ الكلمات. إحفظ الكلمات على يوم على اتنين مش مشكلة. خد الدرس الأول على كذا يوم مش مشكلة. إعمل بس لازم تحفظ الكلمات. لازم تحفظ الكلمات. Okay? لازم تحفظ الكلمات. طيب. الconversation مهمة جدا جدا جدا. مهمة جدا. دايما يا أولاد النصوص اللي هي الاستماع دي يعني أو دي بتيجي منها الأسئلة. دي بتيجي منها الأسئلة. لازم يعني إيه نكون فاهمينها وعارفينها ويعني ونقرأها كتير. القراءة الكتير يا جماعة بتخلي الطفل إنه هو يعني يقرأ كويس ويفهم. ويفهم كمان اللي بيقوله واللي بيقرأه. تمام؟ لعيني في ناس كتير قراءتها ضعيفة. لما يقرأ كتير هيفهم وهايحل. تمام؟ هنا محادثة بين سورة ومامتها. سورة بتقول لها إيه؟ مام I want to help you in the kitchen today. What can I do؟ سورة بتقول لها أنا أريد. I want to I want to Want to يا ولادي يعني أريد. I want to من الأفعال المهمة جدا جدا. I want to help you in the kitchen today. What can I do؟ أعمل إيه يا ماما. أعمل إيه يا مامت ماما قيت لها. That's wonderful سورة Can you help me with the meal preparation؟ ممكن تساعديني يا صغره في إعداد الوكبة. That's wonderful سورة Can you help me with the meal preparation؟ سورة Sure mom What can I do first؟ أعمل إيه الأول يا ماما؟ أوكي Start with washing the vegetables. Rinse them under running water to remove any dirt. أوكي بتقول لها ممكن تبدأ إيه بغسل الخضروات وشطفها تحت running water running water ماء جارية أولاد تحت المية الجارية running water running water running water to remove ريموف يعني زيل أي dirt يعني قذرات. أوكي أي كلمة بتقرأها لازم تفهمها أو بتفهم المجمل بتاع الجملة بيقول إيه وإنت بتقرأ ما تقرأش وخلاص لا لازم تفهم كل الجملة بتقول إيه مش كراء أو بس. صارت لأكي أي مام. What should I do next؟ Should 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 تجي برضو معانا لها grammar يجب أن Should معناها يجب أن يجب أن ماما قيت لها You can help by Peeling the carrots and potatoes Use a vegetables peeler to remove the outer skin and be careful please حبيبي افهموا حبيبي افهموا لأن ساعات بتبقى في المحادسة فيه كلمات زيادة اعرفها كده أورال بس Okay You can help by Peeling the carrots Peeling the carrots أشار الجزر والبطاطس Potatoes Use Use يعني استخدمي Use استخدمي Vegetable peeler What does it mean vegetable peeler? Vegetable peeler يا أولاد يعني إيه يا حبيبي؟ أشارة الخضروات Vegetable peeler أكيد بوما عندها في المطبخ Vegetable peeler Okay To remove لإزالة Remove كلمة remove يا أولاد حلوة لإزالة The outer skin ايه؟ Outer skin ايه outer skin دي؟ الطبقة الخارجية هنا مش كاي بقى معناها جلد يا أولاد زي جلد الإنسان Now دي معناها الطبقة الخارجية Okay And be careful please الحاجات يا أولاد اللي بتبقى فيها تأشير وحاجات من دي؟ بتبقى شارة ومتبقى حادة يعني لازم take care Take care يا أولاد تأخذوا بلكم سورة رأيت لها I will be careful والله يا أولاد أنا هابقى حذرة Okay Okay While peeling them Mom What else can I help you ده أنت شطرة جدا يا سورة سورة بتقول لي مامتها أنا هكون حذرة أو يا ماما وأنا بأشر بأشر الخضروات اللي أنت قلت لعليها What else What else ده يا أولاد معنى إيه تاني What else What else can I help with Okay ماما قايت لها إيه We need to set the table إحنا عاوزين نجهز الترابيزة بقى Can you please Can you please الله ده تعبير حلوة أوي أوي يا أولاد Can you please Can you please يعني ممكن لو سمحت Can you please ده حاجة جميلة أوي مامت سورة بتقول لها لو سمحت Can you please حلوة إكسبريشن جميل قوي Can you please get the plates and glasses ممكن لو سمحت تحضري اللباء والجلاسيز from the cupboard من الدولاب صار قايت لها إيه يا ترى صارها توافق صارها توافق على كل ده طبعا صارها مطيعة مامتها وشطورة طبعا يا ماما مام I will set the table nicely والله أنا هرتب الترابيزة وبطريقة nicely لطيفة كده وجميلة Anything else أي شيء تاني ولاد ده هي أو التعبيرات دي جميلة لو خدت التعبير ده وكتبت في الكراتة واستخدمت مع مامتك هيبقى جميل جدا ما هي الإنجليش والمحاكسة دي يا أولاد خدوا منها واستخدموها مع مامتك مع باباك مع إخواتك Anything else Anything else حكا تاني يا ماما ماما طبعا بعد كل ده أي تلاقي Thank you Thara You have been such a big help today طبعا ماما بتقول لها أنت النهاردة قدمتي لي big help مساعدة جميلة today النهاردة How about helping me in serving the meal إيه رأيك تساعديني بقى في إيه تقديمي الواقبة serve serve يعني قدم serve serve the meal you can bring ممكن تسحضاري اللي اتباق dishes to the dining room قايت لها أنت النهاردة يا سارا والله كنت شطورة جميلة وعملتي لي مساعدة جميلة ممكن بقى تقديمي بقى معي الواقبة ويجيبي بقى الاطباق اللي احنا غرفناها ويجيبها لل dining room سارا that sounds that sounds great طبعا يا ماما طبعا اللي انت بتقولي دوني جميل جدا يا ماما i will carefully carry the dishes طبعا قايت لها انا وانا مسكة لطباق وحملهم يعني اخلي بالي منهم to the table making sure everything is in place اتأكد يا ماما ان كل حاجة هتبقى في مكانها يا ماما قايت لها thank you dear daughter thank you dear daughter وينا سارا كانت يعني بالنوتة جميلة ومطيعة للممتها اوكي ياريت كلكم تبقوا زي سارا ايه بقى اللي احنا عوز احنا الكلمات كده خلصت خلاص الكلمات والمحادسة وكل حاجة في الدرس الاولاني طيب ايه بقى اللي عاوزين نتعلمه بقى من ده تعالوا ما قالوكم نتعلم ايه حبيب الحلونين احنا لما نروح مثلا نقدم او منيجي نقدم الاشياء بنقدمها في ايه في كبيات في طباق في بولة في سلطانية تعالوا نشوف كل حاجة لها المعيار او الحاجة اللي بتتقدم بها طيب about of about of يعني سلطانية او بولة السلطانية يا ولاد او البولة اللي احنا اللي ماما بتحط لك فيها ايه الشربة بتبقى غويتة شوية كده اللي ماما بتحط لك فيها ايه الشربة اوكي ماما هي بتقدم لك الشربة استحالها تحط لك في طبق من اللي هو الاتباق دي اللي هي البلايت ده اسمه بلايت اللي هو الطبق اللي هو المسطح يا ولاد اوكي لكن about of اللي هو السلطانية اوكي اوكي يا ولاد طب السلطانية دي نقول about of salad طبعا السلط يا ولاد ماما بتيجي تغرفها بتغرفها في a bowl of a bowl a bowl of يا ولاد a bowl a bowl of a bowl of soap soap شربة soap ice cream يبقى الايس كريم بيجي معها a bowl of soap salad اوكي خلوا بالكم الحاجة دي وانتم اكيد يعني يعرفين الحاجة دي الطبق بقى هو اللي هو المسطح اللي انا بقول لكم عليه اللي هو ايه اللي هو المسطح ده مسطح يعني ما هوش غويت زي ماما بتقول لكم كده ايه هاي طبق غويت يا بنوتا او طبق مسطح اوكي a plate of rice rice طبعا الرز يا ولاد بنحطه في طبق ايه مسطح olives olives ممكن الزتون بردو نحطه في طبق مسطح عادي يعني ما هوش غويت قوي cheese الجبنة نحطها في طبق تمام يا جماعة انتو لو حفظتوا كلمة a plate of و a bowl of انت وانت بتقدم الاكل مع ماما لو متعود تقدم الاكل مع ماما هتفهم يعني ايه طبق والحاجة اللي انت هتقدمها هتعرف فتتحطي ايه اما في bowl او plate او كي طيب برطمون بقى يعني ايه يا ولاد كلمة برطمون اجر او برطمون برطمون هاني اجر او هاني جام say same paste say same paste say same paste مع جون سمسم say same paste say same paste say same paste اوكي اكب اوه طبعا اكب اوه بتجي مع الشاي تي كافي انيز اوكي اوكي الدرس لذيذ وجميل وقريب من connect جامد يعني قريب من unit one connect قريب جدا من unit one connect اوكي تمام يا ولاد طيب نكمل بقية الحاجات اللي بنحطها في الطعام a glass of a glass of ممكن يجي مع water طبعا الجلاس يا ولاد ده اللي بيبقى كباية طويلة دي اللي ماما بتحط لك فيها ايه العصير الطويلة اوكي a glass of water milk juice سهلة دي قوي a bottle of زجاجة من a bottle of water oil juice الدرس ما فيوش اي حاجة ما فيوش اي حاجة لحد الوقت خالص ما فيش اي حاجة خالص اوكي طيب هنا نقول ايه what does he have what does he have عاوز اقول لكم معلومة كده صغيرة اولاد عاوز اقول لكم معلومة صغيرة واحنا بنشرح يعني ايه كلمة have verb to have يا ولاد verb to have لحبيبي خذوا المعلومة دي لان المعلومة دي انت اخذنها قبل كده verb to have هنا معناها يملك معناها ايه يا ولاد يملك اوكي verb to have امه الايه اللي جابه هنا يا ميس هنقول ايه هنقول هنا ايه هنقول ماذا يمتلك لا هنا what does he have معناها ايه يا ولاد لان فيه ناس بتقول يا ميس هي معناها have هنا ايجت معناها ايه what does he have ماذا يتناول يعني ايه يتناول برب يا ولاد يعني ايه يتناول يأكل او يشرب ايه ده يعني verb to have معناه verb to have او has خذوا بالكم have او has لان has او have معناهم يملك تمام ولهم معنى تاني اللي هو يتناول معناهم ايه يا ولاد يتناول يعني ايه يتناول يا حبيبي لان في ناس بتقول لي يعني ايه يتناول يعني يأكل او يشرب يعني هنا have معناها eat أو drink عادي يأكل أو يشرب يعني have ممكن تيجي بدل eat ممكن تيجي بدل drink بدل الverb drink وعادي عادي what does he have إحكاية does دي يا أولاد كفاعل مساعد أخذ بالك أولاد does دي هنشرحها إن شاء الله في الجرامر وهديكم الجرامر بطريقة بسطة جدا إن شاء الله what does he have he has a bowl of fruit salad ماذا يتناول he has ليه جبنا has هنا يا أولاد ما جبناش have لإني يميس verb to have مع he وshe وat he وshe وat with singular singular هو المفرد يا أولاد singular المفرد بييجي مع has has خليكم معي ركزوا أولاد ركزوا عشان أي معلومة نقولها جنبية كده تبقى عرفينها he has she has it has هنا مونة أو أحمد has أوكيه طب يا ميس في حد هيقول لي في حد هيقول لي هنا معلش يا جماعة معلش الجرامر كده في ناس حد هيقول لي يا ميس هنا he وإيجي have لإن ده سؤالي حبيبي سؤال وكمان فيه does هنعرف كل ده بس أنا بعرفكم لإن أنا بقول إيه he has طب يا ميس في السؤال ليه he جات معها has لإن ده سؤال وكمان هنا does دايماً يا أولاد does 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 ده هي أنا مسميها إيه does ده فعل مساعد شرير فعل مساعد شرير ليه لإن يا أولاد لما بييجي في الجملة ما بيرضش يجيب has خالص حتى لو كان هي أو شي موجودة لا يا حبيبي كل ده هيتشرح كل ده هيتشرح جرامر حبيبي ما فيش ولا حاجة قلناها كده حاجة جنبية قل ما يتشرح جرامر إن شاء الله تمام he has has قلنا معناها يملك لكن هنا معناها يتناول يأكل يتناول أو يأكل أوكي يتناول أو يأكل he has she has it has لو هنا مونة تبقى has لو أحمد يبقى has أوكي أمي هاف يميس هاف بتيجي مع مين بتيجي مع الضمائر الطيبة أنا مسميها إيهم ضمائر طيبة اللي هي you و we with they والأي you with we with they والبلورال اللي هو الجمعة بيجي معهم الجمعة يا أولاد أوكي لكن هاز بتيجي مع الضمائر الشائية هي و she و it والمفرد دو أنا مسمي إيهم مجموعة الأشقية الشائيين جدا يا أولاد لأن لهم إيه لهم مشاكل كتير ولهم كلام كتير لكن الضمائر الطيبة اللي هي بتيجي مع إيه نسينا الضمير آي الطيب الجميل آي و you و we with they والجامع البلورال هاف هاف يا أولاد مع أنها يتناول أو يملك تمام؟ لكن هاز بتيجي مع الضمائر الشائية هي و she و it و المفرد هي و she و it و المفرد على فكرة أنت لو حفظتوا مع بي بالضمائر الشائية مع بعضها هتتقاها في كل كده عاملة لوحدها و لها كلام لوحده لها كلام لوحده زي ما هشرح لكم في present symbol أو المدرع البسيط بتاع الشرح ده هي و she و it والمفرد هي و she و it والمفرد دي المجموعة الشائية اللي بتاخد هاز لكن المجموعة الطيبة زي I و you و we و they والبلورال بيجي معهم إيه هاز ه ه اوكي اوكي تمام يا ولاد طيب what do they have هنا جبنا they يا ولاد هنا البرنون اللي عندنا دومير they تمام اوكي what do they have they have cups of tea زي ما قلنا يا ولاد they شايفين they بيجي معه هاز they بيجي معه هاز ولاد زي بيجي معه هاز اوكي يا ولاد تمام تمام معلومات كده على الماشي بس كله هيتشرح يا ولاد هعرفكم يعني ايه بتيجي في السؤال هاز و هاف هعرفه لكم لما بيجيوا مع مع الزموعة بيعملوا ايه اوكي يا ولاد طيب فيه معلومة كده كلبوز على جنب كده يعني حلوة جايبها لنا بيقولك ايه هفاهمها لكم يعني ايه يا ولاد يعني الاسماء التي لا تعد الاسماء التي لا تعد اوكي الاسماء اللي ما بتعد زي ايه يا ميس زي ايه زي مثلا الشاي التي ما بتعرفتش تعده الشجر السكر بتعرفش تعده الرايس بتعرفش تعده الهاني العسل ما عرفش نعده نعمل ايه دول يا طرى بيبقوا تبع المفرد ولا تبع الجمع يا ولاد هقولكم معلومة حلوة اوي 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 لهم مفرض ولهم جمع لهم مفرض ولهم جمع لهم مفرد ولهم جمع تمام امال بنتعامل معهم ايه يا ولاد بنتعامل معهم يا ولاد ان احنا بنجيبلهم كلمات بتساعد على ان نتكلم عليهم تمام طبعا مش هنشرح لدرس كله بس احنا بنجيب ايه بنجيب حاجة بكلمات اهي زي اللي اخدناها جار اوف جام اهو هو هي المربة المربة يا ولاد بتتعد لا ما بتتعدش امان لو عاوز اقول انا اشتريت اه تلات برط ما عاوش اعدها هقول ايه تلاتة تلاتة مربة لا هنقول تلاتة تلاتة علب مربة اه اتنين علبتين مربة طب احنا هنعدها ازاي بالكلمات اللي احنا اخدناها يا ولاد المساعدة اللي هي ايه نعمل لها نعمل لها ايه يا ولاد كلمات بتساعد على انها تتعد لكن التين ما تعدوش ما تعرفش تعده ما تعده ازاي ما عرفش الشوجر ما تعدهاش الجام المربة المربة ما بتعدهاش ما نعرفش نعدها ينفع نقول one jam two jam three jam ما نعرفش نحط عجنبها عدد امان نعمل ايه نجيب كلمات بتساعدنا ان احنا نعدها يا ولاد a jar of two jars اها two jars of three four حط بقى جنبها الاعداد اللي انتو عاوزينها طبعا الدرس ده يعني هو بيقول لك اه مع اه top tip top tip يعني ايه معلومة كده جنبية اوكي لو اتقينيها في الاكسرسايز واحنا بنحل هعمل لها session لوحدة واشرحها لكم ان شاء الله بازن الله ما فيش حاجة في الgrammar هنا الا ما هاشرحها لكم ان شاء الله there to have هنبدأ طبعا بال present symbol لان انت عندكم هنعرف كل الgrammar اوكي طيب نكمل اوكي هنا في بسج يعني هنقرأها ان شاء الله البسج هنقرأها ونحل عليها يعني هي بسج موجودة في الكتاب هنقرأها وبعد كده انا هقول لكم نعمل ان شاء الله بازن الله اوكي نكبرها شوية ونقرأها ويراد حبيبي وحنا وحنا بنقرأ يعني وحنا بنقرأ يا ريت تبقى فاهم يا ريت وانا بقرأ وانت بتقرأ تبقى فاهم مش بتقرأ وخلاص عشان المسل تقول عليك شاطر وخلاص لأ هنا رامي يولد هنا رامي بيقول انا رامي ودي علتي I had يعني ايه had يا ولاد هاد هنا معناها املك تناولت انا تناولت يعني كلت خدوا بالكو يا حبيبي وانت بتقرأهم لاني في ناس بتقرأ ترجمة حرفية يعني انا املك لا انا تناولت الغداء وساعدت اختي في غسيل الاطباق it's important to help the family طبعا بيقولك it's important هنا لتعبير جميل جدا من المهم ان احنا نساعد العائلة now we are all in the living room watching my favorite cartoon احنا خلاص يا ولاد بعد ما ساعدنا بعض احنا دلوقتي في living room نتفرج على ايه على الكارتون المفضل لدي tom and jory طبعا كلكم عارفين وتقريبا الدنيا كلها عارفة tom and jory اللي هو القط والفر which is very funny we are also having bowls of dishes fruit salad وكمان بناكل يا جماعة شايفين bowls bowls of fruit salad يبقى هنا جايبين يا ولاد كلمة اهي bowls of مطبقيات من الفواكه الصلطة الجميلة يبقى هنا عاوزين نحط فواكه الصلطة نحطها في ايه يا ولاد ايه العبوة اللي احنا اول طبق هنحطها طبعا في bowls مطبقيات مطبقية غويتة كده هنحط الفروت salad في مطبقية يبقى bowls of delicious fruit salad mom is a good cook and makes healthy food for us all ماما دي تعتبر طبخة جميلة جدا ودايما بتعملنا ايه اكل صحي mom says that fruit is good for us because it contains natural sugar طبعا ماما بتعملنا دايما الفواكه لان زي ما انتعرفين يا ولاد ان الفواكه دي يعني فيها كمية سكر طبيعي natural sugar however it's not completely wrong to have a little white sugar طبعا يا ولاد هنا بيقولك يعني من العادات السيئة او من الحاجات الغلطة اللي انت بتعملها ان انت تتناول السكر الابيض السكر الابيض دي يا ولاد يعني من الحاجات اللي هي مضرة جدا mom sometimes make ice cream and sweets for us mama سعب بتعمل لنا ال ice cream والحلويات لنا i love these desserts i love these desserts الحلويات دي يا ولاد التحالي deserts التحالي deserts god always says دايما بابايا بيقول you can eat anything you like but don't eat too much because you are responsible for your own health بابايا دايما بيقول كلمة جميلة جدا يا ولاد فعلا انت ممكن تاكل كل حاجة بس ما تاكلش منها كتير لان انت المسؤول قدام نفسك على صحتك i even still remember my grandma amazing saying طبعا منطبة دايما كاي بتقول ايه برضو health is wealth يعني بص يا جماعة ده يعتبر العنوان بتاع اللي احنا بنقول ده health is wealth فعلا يا ولاد الصحة صروة والجملة دي ممكن انت تكتب عليها يعني تعبير كده health الصحة is wills صروة الصحة صروة فعلا يا ولاد اوكي ربنا ما يحرمكم ابدا 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 يا حبيبي من الصحة grandparents are always right هنا grandparents يا ولاد مش الام grand ma هي اللي لقيت كده الجدة الجدة يا ولاد هي اللي كانت بتقول كده الجدة اوكي health is wealth grandparents are always right طيما دايما يا ولاد الاجداد بتاعنا دايما بيقولوا كان حكم والحكم دي بتبقى صح aren't they اليس كذلك aren't they اليس كذلك بصراحة قطعة فهم جميلة ومفيدة وممتعة تمام ما هيش من القطعة الفهم التلمة ولا اي حاجة لا جميلة والدرس الاولي لذيذ جدا اوكي رامي 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 كان بيساعد اخته في الدش بعد الغداء طبعا دي ترو تمام نمبر تو the family the family is watching رامي's favorite cartoon tom and jory in the living room العيلة يا بتتفرج على الكارتون المفضل رامي tom and jory في living room ايوان the tro برد tro ما اخدو بالك اولاد هنا بيجيب لك passage ويجيب لك وشوف ان كنت فهمه لا they are having balls of delicious fruit salad while watching tv قاعدين كانوا بيأكلهم يا ولاد delicious fruit salad وهما قاعدين بتفرجهم على television ايوة صح ايوة رامي رامي رامي's mom believes that fruit is beneficial because it contains natural sugar مامة رامي كانت بتعتقد يا ولاد ان الفكهة تعتبر مفيدة مفيدة لانها فيها سكر طبيعي ايوة هنا يا ولاد رامي's mom believe that fruit is beneficial beneficial يعني مفيد because it contain natural sugar ايوة according to رامي's dad طبقا يا لداء لابو رامي it's acceptable acceptable يعني ايه يعني انت موافق to eat as much as you want without considering your health طبعا الجملة دي اولد يعني ايه فهمها صعب شوية يعني ايه طبقا لرامي للي بابا رامي قاله يعني انت موافق موافق او يعني احنا نوافق ان احنا ناكل as much as you want without considering your health لأ طبعا لأ طبعا يعني انت تاكل 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 يعني مش كتير وبرضو تاخد بالك من صحتك لا بابا بابا رامي ما قال شي كده اولاد تمام طيب بالنسبة للجرامر يا اولاد اللي هو ان شاء الله اللي هو present symbol اللي هو present symbol present symbol ده اولاد انا هنزل لكم فيديوهات بيشرح present symbol بطريقة بسيطة جدا 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 present symbol present symbol يا اولاد هسيبكم تشغلهم present symbol كل ده present symbol انا حطها كده في فيديوز هنزلها لكم ان شاء الله في الدرس الاوليني تذكروها وتفهموها وان شاء الله سيشن بكرة ان شاء الله هيبقى بس بعد ما تتفرجهم على ايه على الفيديو بتاع present symbol وبعدين نجي نطبق هنطبق على present symbol يا جماعة وفي حاجة كمان في حاجة كمان في الدرس الاول قبل ما يخلص في حاجة اسمها مدونة المدونة دي ايه يا ولاد البلوغ يبقى احنا لسا لنا في الدرس الاول اللي هي اللي احنا نقعد نحل على present symbol والبلوغ ازاي بتكتب بلوغ تمام يا ولاد هنزلكم هنزلكم الفيديوهات present symbol وتذكروا الدرس الاولاني وعلى ما اعملكم ان شاء الله السيشن بتاع البلوغ ويبقى كده الدرس الاول من unit one كده تمام يا حبيبي حفظك للكلمات حفظك للكلمات فهمك للجمل اللي انت بتقرها ان شاء الله بإذن الله الجرامر بتفهمه كويس جدا 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 يعني انت تمام اوكي اه فئة تاني ان شاء الله المدونة دي او البلوغ باست هعرفك تعملها ازاي اوكي يا رب كده اكون يعني فهمتك حتى لو حاجة بسيطة كده حبيبي اوكي ولو حد عنده اي سؤال انا موجودة في اي وقت تواصل معي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رعاية الله حبيبي